السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله هذا الشهر الفضيل شهر رمضان الاكرم الحمد لله الذي من علينا بنعمة الاسلام الحمد لله الذي من علينا بنعمة الايمان والحمد لله الذي من علينا بنزول القرآن في شهر رمضان نحن في هذه الايام نستعد بشغف كبير لاستقبال الشهر الفضيل الشهر المطهر الشهر المبارك ذو الكرمات شهر رمضان هذا الشهر الفضيل كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينتظره منذ شهر رجب كان يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويعلم صحابته الكرام أن يستقبلوا ويستعدوا لاستقبال هذا الشهر الفضيل منذ رجب لما يبزغ هلاله يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحينما يقدم رمضان يكون سيدنا النبي فرحا مسرورا ويكثر من الأدعية يقول اللهم سلم لنا رمضان وسلمنا لرمضان وتسلمه منا متقبلة لأنه شهر الرحمة وشهر المغفرة وشهر الرضوان نحن الآن ننتظر الإعلان الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمغربنا العزيزة متى سوف يكون رمضان عادة رمضان يكون بعد أن يستكمل شعبان تسعة وعشرين يوما فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الشهر هكذا وأشار بأصابعه العشرة الشهر هكذا 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 وفي الحركة الثالثة أزل أصبع بمعنى تسعة وعشرين يوما فإذا غم عليكم فأكملوا العدة تلاتين فالغالب هذه السنة سيكون مقدم رمضان حسب الحساب الفلكي هو يوم الأحد في الغالب حسب الحساب الفلكي لكن نحن في المغرب نعتمد على الرؤية البصرية لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة تلاتين ماذا علينا أن نفعل أيها الأحبة الكرام لاستقبال هذا الشهر الفضيل هناك استعداد في السماء وهناك استعداد في الأرض الاستعداد في السماء أن الله جل جلاله يجمع ملائكة الأطهار ويخبرهم وينبئهم بقبول وقدوم هذا الشهر الفضيل قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وصفدت الشياطين ومردت الجان ونادى مناد من قبل الله يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة فهذا الشهر الفضيل ربنا سبحانه وتعالى يعد له العدة في السماء وهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى إعداد العدة فأمره بين الكاف والنون إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون يخبرنا أن الإعداد يتم في رمضان أن الله تعالى يأمر يأمر فتفتح أبواب الجنة وأبواب الجنة ثمانية وكل باب كما بين السماء والأرض تتزين الجنة وتتعطر وتستعد لاستقبال زوارها ويأمر الله تعالى النار ولها سبعة أبواب كل باب كما بين السماء والأرض يأمر النار فتخمد ويأمر الأبواب فتغلق وكأن الله تعالى لا يريد لأحد أن يكون من أهل النار ثم يأمر عز وجل الشياطين والمرضة من الجن والعثاريت الذين يؤثرون في الناس والذين يحطونهم على الإفساد والإضرار يأمرهم فتصفض كل هذه المخلوقات الشريرة حتى لا يضطر الإنسان لكي يقع في المحرمات أو في السيئات ثم يطلق الله تعالى الملائكة في الأراضي وفي كل مكان يطلقهم لكي يطلقون النداء يقولون يا باغي الخير أقبل تعال يا صاحب الخير يا صاحب الإيمان يا صاحب الصلاة تعالى أقبل أقبل على الله ويباغي الشر أدبر يا من يقيم السيئات يا من يقع في المحرمات يا من يشرب الخمر يا من يأتي الفساد يا من يسرق أموال الناس أدبر أدبر هكذا ربنا عز وجل ينادي ثم يعطينا جائزة ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة كل ليلة ربنا يصدر عفوا إلهيا ربانيا في السماء بعدق الرقاب من النار كل من آمن وكل من صدق وكل من خشع قلبه ربنا يعطيه جائزة العتق من النار اللهم يا رب جعلنا من المعتوقين من النار هذا على مستوى السماء باختصار أما على مستوى الأرض فالحمد لله هناك إعدادات كبيرة الآن تقع للاستقبال شهر رمضان فمبدئيا الوزارة المعنية بإدارة الشأن الديني وهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتنصيق مع مندوبياتها وأساد رؤساء المجالة العلمية وبقية الإدارات المعنية الآن مدى يقع؟ هناك إعداد واستعداد على قدم وصاق للعناية ببيوت الله الحمد لله مغربنا العزيز يتوفر على أكثر من خمسين ألف مسجد وهناك مساجد تم سيتم افتتاحه لأول مرة بأمر من أمير المؤمنين جلالة الملك محمد استاذ حافظه الله ورعاه مساجد بلا عدد كلها الآن منذ أيام وهناك عناية كبيرة بالأفرشاء وبالنظافة وفتح أماكن الوضوء وإعداد أماكن الجلوس والصلاة والمصاحف وكل ما يتعلق بالعبادة والكراسي العلمية الحمد لله الآن من زار منكم بعض المساجد سيارى بأن الحمد لله هناك نشاط دؤوب يقام على صعيد مساجد المملكة كل هذا استعدادا لاستقبال المصلي فهذه السنة ستكون متميزة هذه السنة سوف نشهد من جديد عودة التشفيع وصلاة التراويح التي حرمنا منها منذ سنتين كنا نصليها في بيوتنا مع أسرنا وأهلنا الآن سوف نصليها مع عموم المسلمين وهذا فيه خير كبير وفيه باركة وتيسير وفيه رحمة وعطاء من الله كثير كذلك أيها الأحبة الكرام هناك استعداد آخر أيضا لأن رمضان هو شهر للصيام ولكن شهر للإكرام فالحمد لله السلطات المعنية بالشؤون الاقتصادية وشؤون الأسواق والبضائع الحمد لله هناك حركة دؤوبة منذ أيام مضت لتوفير جميع المواد الغدائية الضرورية لأن رمضان رغم أنه شهر الصيام بالنهار لكن ربنا كما قال في الحديث النبوي الشريف قال يزداد فيه رزق المؤمن يزداد فيه رزق المؤمن وهو شهر الموسات فرغم أننا نمسك عن الطعام والشراب في رمضان ولكن بالمقابل عند الإفطار وعند السحور يكون هناك خير عظيم موائدنا في رمضان ليست كموائدنا خارج رمضان وهذا سر إلهي كرم إلهي وعطاء رباني ورزق وفير يسوقه المولى عز وجل من أجل ذلك هناك استعداد طويل وعريض يتم منذ أيام من طرف السلطات المحلية بكل أقاليم المملكة الشريفة لإيجاد المواد الغدائية الضرورية ومراقبة الجودة ومراقبة الأسعار ومراقبة التوزيع كل ذلك بنوع من الشفافية والنظام حتى يتمكن جميع المواطنين من أخذ ما يلزمهم من طعام وشراب وغداء بوجه سليم وبوجه معقول ومطلوب كما هو مطلوب كذلك أيها الأحبة الكرام هناك استعداد آخر استعداد لجمعيات المجتمع المدني وأهل الخير والبر والإحسان بدأوا أيضا يجتهدون لتوزيع قفة رمضان وتوزيع الإعانات هناك أعداد كبيرة من أهل الخير والفضل في كل أقاليمنا المغربية إما جمعية مجتمع مدني إما أهل الخير والإحسان فضلاء وخصوصا النساء الصالحات هناك نساء ينتظمنا في إطار مجموعات صغيرة ويقومنا بجمع مواد غدائية ووضعها في أكياس أو في أفث ويتم توزيعها على الأسر الفقيرة والمعوزة وهذا كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذا الشهر هو شهر الموسات وسيدنا النبي وقدوتنا كان أجود ما يكون بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان كان أجود من الريح المرسلة فقدوتنا هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هنيئا لكل من وفقهم المولى جل علاه لكي ينفقوا في رمضان ويعطي قفف رمضان للأسر الفقيرة والمعوزة للأرامل للأيتام لغيرهم من المحتاجين زيد على ذلك أيها الأحبة الكرام هناك بعض التجار والأثرياء أنهم في رمضان يفضلون إخراج زكاة أموالهم زكاة الأموال بعض الناس يخرجونها في شهر محرم الحرام في أول السنة منهم من يخرجها في عيد الأضحى ومنهم من يخرجها في الدخول المدرسي ومنهم من يفضل إخراجها في رمضان لماذا؟ لأن في رمضان تكون الأجر والتواب يكون مضاعفاً الصدقة في رمضان تعدل سبعين في مدنه وأي عمل صالح يقوم به العبد المؤمن في رمضان يضرب في سبعين مرة سبعين مرة صلاة أو سيام أو حج أو عمر أو صدقة أو غير ذلك فهناك استعداد كبير لأهل الخير ولأهل الفضل أنهم يخرجون زكاة أموالهم يعطونها للفقراء والمساكين خصوصاً للذين كانوا ضحايا جائحة الكورونا وما أكثرهم هناك أناس محكم عليهم بالإفراغ لأنهم لم يؤدوا تمن الكراء هناك من تورط وأخذ ديون ولم يستطع أداءها فهو غريم تعطى له هذه الحسنات والزكوات وغيرها فهنيئاً لكل من وفقه الله تعالى للبحث عن هؤلاء المستضعفين في الأرض ويكرمهم كل واحد في منطقته في مختلف المدن والأقاليم المغربية كل واحد في المنطقة يبدأ بمنطقته أولاً بمدينته أولاً ثم بعد ذلك يعطيها لمن يشاء للمحتاجين هذه كلها استعدادات للخير والفضل أيضاً هناك استعدادات أخرى بعض العائلات بدأت تعيد ترتيب أوراق بيوتها من الداخل وذلك لإحياء صلة الرحم لأن الرحم مشتق من الرحمن من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله هناك عائلات اللي كانوا عندهم خصام عندهم تنافر عندهم تقاطع وقطيع ولكن مع رمضان كان بعض العقل من كل عائلة يقول عفا الله عما سلف هذا الشهر الرحمة والمغفرة والرضوان تعالوا بنا نتصالح ونبدأ صفحة أخرى من جديد فعلاً كين عائلة الأنت يبرمجوا أنهم يقيمون الإفطار الجماعي كل مرة عند عائلة أفراد الأسرة أفراد العائلة أولاد العمومة الأصهار الأنساب لإخوة والأخوات كين نرؤى تغدغول يعني بالمناسبة كل واحد تفترون عندي يوماً تجتمعون أنتم وأزواجكم وأولادكم وأحبابكم تجتمعون عندي وسأعد لكم طعاماً وفيراً والمرة الثانية نجتمع عند الآخر والأخرى عن الآخر تكتر البركة كل بيت يدخل إليه العائلة أولاد صغار رغم الضجيج رغم العبت ما في مشكلة الأطفال الصغار يتردون الشياطين من البيوت ولما يتجمع العائلة ربنا يطلع عليهم ويقول هؤلاء قد تسامحوا وتصفحوا من أجلي فالله يغفر لهم ويبارك لهم وخصوصاً البيت البيت يكون كمقام إبراهيم من دخله كان آمن بيتكم يصير عبارة عن مركز للنور والهداية والفتوحات الربانية فهذه أيضاً أسجلها بقوة أن أعداد كبيرة من العائلات الآن تبرمج أنها تعيد الإصلاح فيما بينها وتتجاوز الخصمات والنزاعات ونبدأ الإصلاح بمدى؟ بالإفطار الجماعي في بيوتنا كذلك أيها الأحبة الكرام هناك أيضاً حاركة أخرى تقوم بها بعض الجمعيات لتنظيم الموائد المستديرة لعابري السبيل وللغرباء في مختلف المدن وفي مختلف البقاع خصوصاً الضالبيضاء باعتبار أنها مدينة عملاقة وفيها أعداد خليط من كل سكان المغرب حتى يقال الضالبيضاء هي عبارة عن ربوة تتجمع فيها جميع الأجناس وأكثرهم غرباء جاءوا يبحثون عن العمل وليس لهم عائلة ولا أحباب هنا يقوم بعض الفضلاء والأخيار بتنظيم موائد للإفطار في الشارع العمومي أو في بعض الأماكن العمومية الباب مفتوح للجميع عند وقت الإفطار لما يرفع الأدان تجد الأبواب مفتوحة لكي يأكل الجميع ويشرب الجميع ويفطر الجميع كل هذا خير وبركة عظيمة كما أن بعض المحظوظين جدا من أهل الله ربنا اختارهم لأداء العمرة أداء العمرة هناك من أيضا من كرامات هذه السنة وخفوت جائحة الكورونا تستأنف الحج والعمرة إن شاء الله في البقاء المقدسة فهناك من سفر من الآن سفروا إلى البقاء المقدسة لأداء العمرة وهناك من ينتظرون العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل هذا خير عظيم لأن عمرة في رمضان تعدل حجة معي فكل يسعى للنيل من رضاء الله وكرمة الله هذا كله كرامة عظيمة يشبع فيها المؤمنون في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة لأداء العمرة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون للأمة بأن تجتمع على الخير وتعتصم بالكتاب والسنة ويدعون للأمة أن تعود للسال في مجدها فقد كان الصلحاء يقولون في في عمرة رمضان يكثرون من الدعاء يقول اللهم اغفر لأمة محمد اللهم تجاوز عن سيئات أمة محمد اللهم اجمع شمل أمة محمد اللهم انصر أمة محمد هكذا يقولون في العمر وفي الحج يدعون للأمة لأن تلك البقاعة المقدسة تجمع كل أفراد الأمة في وقت واحد وهذه كلها كرامات عظيمة احنا أيها الأحباب الكرام مدى علينا أيضا أن نفعل استعدادا لاستقبال هذا الشهر الفضيل علينا أن نجدد التوبة في قلوبنا نحن في أمس الحاجة كل واحد منا عليه أن يجدد التوبة في قلبه أي نعم الحمد لله أهل الإيمان على طول السنة هم في العبادة والطاعة ولكن لا بد أن نجدد ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يبلى كما يبل التوب أو يخلق كما يخلق التوب فجددوا إيمانكم قالوا كيف نجدد إيماننا يا رسول الله قال بقولكم لا إله إلا الله نحن نحتاج بين الفين والأخرى أن نجدد الإيمان في قلوبنا نصحح مفاهيم العقيدة نصحح مفاهيم الاعتقاد ونشتهد في الشعائر في التعبد وفي العمل الصالح وفي كل ما يرضي الرحمن سبحانه وتعالى مطالبين أيها الأحباب الكرام كل واحد منا في آخر ليلة من ليلة شعبان أن يختسل ويجدد الإختسال ثم يصلي ركعتين توبة أتوب إلى الله من كل ما مر من حياتي من كل الذنوب والخطايا والسيئات التي ارتكبتها وهناك سيئات كثيرة هناك من يقع فعلا في السيئات وهناك من يعدها سيئات أنه إذا أخر الصلاة عن وقتها سيئة أنه إذا هاجر القرآن يوما ما ولم يقرأه سيئة أنه إذا لم يقدم خدمة للآخرين يعتبرها سيئة أنه إذا كان قلبه غافل عن ذكر الله سيئة نسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا جميعا سيئاتنا وخصوصا من كانوا عندهم ابتلاء أنهم ابتلاء بالتدخين أو المخدرات أو شرب الخمر أو كان عنده علاقات علاقة عاطفية غير مشروعة كل هذه الأشياء ينبغي أن نتجاوزها خوفا من الله لأن الله الشديد العقاب وطمعا من الله طمعا في الله لأن الله كريم وجواد وأيضا استحياءا من الله لأن الله دو الجلال والإكرام كل واحد مننا عليه أن يجدد التوبة في نفسه ويقول يا رب إني نادم على كل ما مضى وإني أريد أن أبدأ صفحة جديدة في هذا الشهر الفضيل أنسى فيها الماضي وأنسى فيها كل الدنوب والخطايا وأبدأ عهدا جديدا مليئا بالإيمان واليقيم علينا أن نستعد أيها الأحباب الكرام في هذا الشهر ماذا نفعل؟ لابد أن يكون عندنا صديق حميم رقم واحد في الأصدقاء من هو؟ هو القرآن العظيم كل واحد مننا عليه أن يقتني مصحف يبقى معه طول الشهر طيلة شهر رمضان لابد أن يبقى معك في يدك تنظر إليه في الصباح وفي المساء تنظر إليه وتقرأه وتتصفحه إما قراءة قراءة ترتيل تتكون في الصباح والمساء وقراءة في وسط النهار لأتذبر قراءة للتأمل في كلام الله عز وجل جميل أن أستعين بكتاب تفسير لأفهم معاني القرآن العظيم كذلك أن أختار زمر من الأصدقاء من أهل الإيمان واليقين يشدون من أزري نذهب معا إلى التراويح نذهب معا إلى دروس الوعد والإرشاد نعمل معا سويا على بدل الصدقات والإحسان نصل الرحم نصالح المتخاصمين نفعل أعمال الخير هناك من يسعى في الخير كثير حتى هناك من يفعل تحق الدم هناك تحق الدم هناك بعض الأحباء أحب يشتمعون فيذهبون إلى مركز تحق الدم ويتصدقون بدمائهم ما عندهم صدق بالمال يتصدقون بتحق الدم هناك من يشتهد في وضع معرض للكتب والمنشورات الإسلامية تقريب الكتاب الإسلامي من عموم المواطنين لأنه صار غريب هذا الكتاب الإسلامي نقربه إلى المؤمنين ونشتهد في نشر التوعية والثقافة الإسلامية فنحن في هذا الشهر الفضيل عندنا مجهود كبير سوف نقوم به وخير ما نقوم بأيها الأحباب الكرام أن نجدد النية في الله بالإخلاص أن نجدد التوبة إلى الله أن نكثر من الاستغفار أن نحافظ على الفرائد في المساجد في وقتها مع الجماعة وأن نكثر من النوافل وأن نصوم هذا الشهر سياما صحيحا نكثر فيه من الصدقة وصلة الرحم ومن وفقه الله للعمرة فهو من المحظوظين من تعذر عليه فليصلي الصبح في جماعة وليجلس يذكر مولاه عز وجل حتى شرق الشمس وليصلي ركعتين فتلك عنده أجر حجة وعمرة تامة 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 خير عظيم علينا أن نجمع العائلة والأولاد والبنات والأحبة ونتعاون في فعل البر لأن ليس لنا عضر الشياطين ومرضة الجان مصفضين في السلاسل لا يستطعون إغراءنا نحن الآن ليس لنا إلا الأنفس علينا أن نضبط أنفسنا وعلينا أن نستعد للخير وربنا سوف يعيننا والنكثر من الدعاء في هذا الشهر الفضيل الاكثر من الدعاء لماذا؟ لأن هذا الشهر قال فيه ربنا عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فلنكثر من الدعاء اللهم يا رب ارحمنا أجمعين اللهم تقبل منا رمضان اللهم سلمنا رمضان اللهم وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبل اللهم بلغنا رمضان واكتب لنا فيه أوفر النصيب اللهم اجعلنا فيه من المصلين من الصائمين من القائمين من التاليد للقرآن اللهم اجعلنا من المنفقين اللهم اجعلنا من المتصالحين اللهم اجعلنا من المتحابين في جلالك واجعلنا يا ربنا من الصادقين اجعلنا من المخلصين اللهم خد بأيدينا ونواصينا إلى البر والتقوى واعفو عنا يا كريم وبلغنا رمضان وبلغنا العشر الأواخر من رمضان وبلغنا ليلة القبر المكرمة وبلغنا فرحة العيد السعيد بلغنا كل هذه الأجواء الجميلة واجعلنا فيها أوفر نصيب وارحم جميع أمواتنا اللهم ارحم جميع أمواتنا ممن لم يدركوا رمضان اجعلهم يا رب في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة اللهم يا رب احفظ بلدنا في رمضان اللهم اجعل فيه الأمن والأمان والسلم والسلام ورخص أسعارنا وكثر أرزاقنا وبارك لنا فيما أعطيتنا واصلح جميع أبنائنا وأبناء الأمة الإسلامية اللهم يا رب واحفظ مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس اللهم يا رب أهل عليه يد الشهر بالرحمة والمغفرة والرضوان والصحة والعافية ووفقه يا رب العالمين للمزيد من النجاحات والمزيد من العطاءات والمزيد من المكرمات اللهم أقر عينه بولي عهده المحبوب المولى الحسن وأنبيت اللهم نابة حسن اللهم شد أزره بشقيقه الأمجد المولى الرشيد وأسعده في كل أسرة الشريفة اللهم يا رب واجمع شمل الأمة الإسلامية يا رب في رمضان ارحم أمة سيدنا محمد يا رب في رمضان اغفر لأمة سيدنا محمد يا رب في رمضان اجمع شمل أمة سيدنا محمد يا رب في رمضان أعيد الإسلام إلى سابق عزله ومجده يا رب جعلنا كما قلت كنتم خير أمة أخرجت للناس اللهم آمين اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله